ما يحدث في غزة هي حرب إبادة إسرائيل تريد إبادة الفلسطين فيه 2 مليون دون لو راحوا إسرائيل تعيش في هناء دي وجدت نظرة يموتوا بقى يضطردوا نودي شوية الأردن نودي شوية مصر لكن هو ده الهدف إبادة الشعب الفلسطين إبادة من هم في غزة فده الهدف ودي الخطة هل الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة هتشهد مزيد من تطبيق هذه الخطة على الأرض أخشى من ذلك عدد الضحايا خلال فترة زي ما حاكم شايفينه زي ما كنت بقول لكم دول الناس اللي رفعين إيديهم حضرين الجلسة طبعا بعد الجلسات استماع في الكونجرس ممكن يحضرها الجمهور بشروط معينة والإيدي مرفوعة مدهونة باللون الأحمر دلالة على أن هم بيتهموا بلينكين والإضاءة الأمريكية أن أيديهم ملوثة بالدماء عدد مش قليل يعني اللي حاضر مقارنة بنسبة الحضور في القاعة وكل دقيقتين كانت بتقوم واحد من دول أو واحدة من دول ويعترضوا على ما يقوله بلينك على الجانب العربي هناك دعوة فلسطينية سعودية قدمت إلى الجامعة العربية لاقتراح بعقد قمة يوم 11 نوفمبر ماذا سيصفر عن هذه القمة لا أحد يعلم ما المعطيات التي لدينا في هذه القمة برضو يعني ما فيش معطيات ظهرة لكن ننتظر أي خطوة للأمام أي خطوة حتى لو مهما كانت أي خطوة في اتجاه صالح القاعدة الفلسطينية لازم نؤيدها ولازم ندعمها ولازم نكون معاه أي خطوة من أي مكان عربي إقليمي دولي لأنه في النهاية زي ما قلت لحضراتكم ما يبقى هي جثامين الشهداء التي نحملها وده الواقع اللي احنا بنواجهه فخلونا ننتظر ونشوف ماذا سيحدث في الأيام القادمة أو ماذا ستصفر عنه أيضا القمة العربية